مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب بتحتفل قناة الحياة هذا الشهر بمناسبة 20 سنة على بداية أول بث مباشر لقناة الحياة 20 سنة على الخدمة وعلى العطاء 20 سنة بتشهد عن عناية الله ورعايته 20 سنة بتشهد عن أمانة الله نحو القناة ونحو الخدمة التي تقدمها القناة 20 سنة مليانة بعشرات الألاف من الحلقات اللي تقدمت في برامج مختلفة 20 سنة من نفوس كتيرة عرفت الرب واتغيرت حياتها يوم 1 سبتمبر الجمعة 1 سبتمبر هيكون يوم خاص لهذا الاحتفال بمرور 20 سنة على قناة الحياة هيكون احتفال مليء بالترانيم والتسبيح واللقاءات والبرامج الخاصة بهذه المناسبة بدعوكم ان حضراتكم تشتركوا معنا يوم 1 سبتمبر في هذا الاحتفال وعش كده عندنا فيديو بسيط حابب احطه قبل ما ندخل ونتكلم عن موضوع الحلقة بيكلمنا عن 20 سنة لخدمة قناة الحياة قناة الحياة تحتفل بمرور 20 عاما على بدايتها ترقب البث الخاص في الاول من سبتمبر 2023 ابتداء من الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وعلى مدار 24 ساعة سيتضمن هذا اليوم بث النباشر وخاص بحضور مقدمين برامج قناة الحياة الذين سيشاركوننا تجاربهم وشهاداتهم عن اعمال الله العظيمة من خلال مسيرتهم في قناة الحياة وسيتم كذلك بث اختبارات لمسلمين آمنوا بالمسيح من خلفيات سنية وشيعية واختبارات ليهود آمنوا بالمسيح المنتظر مع عرض ترانيم التسبيح والشكر بلغات مختلفة كما سيسعدنا استقبال مشاركاتكم ورسائلكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتظرونا اذا يوم الجمعة الاول من سبتمبر بدءا من الخامسة مساء بتوقيت القاهرة امين انتظرونا يوم واحد سبتمبر الجمعة هيكون يوم خاص ويوم احتفال ويوم اعلان شكر وحمد للرب الذي اعطى لنا هذه المسئولية العظيمة التي كل واحد فينا في قناة الحياة يشعر انه فعلا لا يستحقها لكن دي نعمة ربنا اللي استخدمتنا والاستخدمة القناة واستخدمة كل شخص خدم في هذه القناة ويخدم في هذه القناة لمجد المسيح وامتداد ملكوته نرجع الى موضوع حلقة اليوم نبقى انا اكتر من اسبوع نتكلم عن كيف وصل الينا الكتال المؤدس ونتكلم عن مخطوطات الكتال المؤدس موضوع اليوم هو هل تم تحريف مخطوطات الكتال المؤدس هل هناك يد دخلت وحرفت في مخطوطات الكتال المؤدس كلمنا الاسبوع اللي فات عن الاختلافات والإدعاء بأنه يوجد 200 ألف أو 400 ألف اختلاف بين مخطوطات الكتابات وقلنا أن هذا العدد صراحة عدد لا يستطيع أحد أنه يعني يقول لنا أنه جابه منين فهو عدد افتراضي الهدف منه أنه يشكك السامع أو القارئ لهذه الأرقام في كلمة الله وكلمنا عن الاختلافات وكلمنا عن إزاي نشأت إلى آخر كمل النهاردة في نفس الفكرة بس هل تم تحريف مخطوطات الكتاب معدسة لما حطينا البوست دوا مبارح على صفحة قراءة الحياة على الفيسبوك وكمان على صفحة عبر الكتاب بتيجي بعض المداخلات والتعليقات من الإخوة المسلمين على موضوع الحلقة فأنا النهاردة هبدأ بالتعليق لأنه التعليق ده مرتبط بالكتاب المؤدس فهبدأ بالتعليق دوا لأنه في نظر التعليق ده هو اتهام ونحتاج إلى أن نقدم رد على هذا الاتهام التعليق دوا جلنا من واحد اسمه فؤاد المغربي فؤاد المغربي ويمكن شوية كبير بس يعني أنا هقرأ لحضرتكم أول حاجة بيقول وهل هو كتاب مقدس يعني أنا قلت هل تم تحريف مغطوطات الكتاب المؤدس فهو على طول طعن في طعن في قدسية الكتاب طبيعة الكتاب أنه كتاب مقدس فقال وهل هو كتاب مقدس أصلا ليتم تحريفه أنا أقول لك عزيزي أنه هو كتاب مقدس كتاب مقدس هذا الكتاب المقدس أنتم الذي سرقتم منه واقتبستم كل قصص الأنبياء وحرفتوها وزورتوها وقدمتوها في القرآن هذا الكتاب المقدس هو كتاب مقدس لأنه من أوله إلى آخره يقدم خطة الله لفداء الإنسان اللي مش موجودة في القرآن هذا الكتاب المقدس هو كتاب مقدس لأنه يعلمنا عن رب المجد يسوع المسيح الذي عاش على هذه الأرض الذي لم يسرق ولم يغزو ولم ينهب ولم يقتل ولم يكون مجتهيا للنساء كتاب مقدس كتاب مقدس لأنه بيحردن على المحبة والغفران وليس على القتل والسب والغزوات كتاب مقدس لأنه السماء فيه مقدسة حيث عرش الرب أو كرسي الرب سماء مقدسة وليست سماء كما يوصفها الكرآن بأنها مجرد ملها ليلي يقوم فيه الله بتحقيق رغبات وشهوات مجموعة من القتلة ادعوا أنهم استشهدوا أو شهداء سماء مقدسة لأن الله مقدس ليس فيها غلمان ولا حور العين ولا رجال متكئون كل همهم هو الجنس والأكل وطول مضاجعة النساء إلى آخر هذه الموضوعات كتاب مقدس لأنه من خلاله من يقرأه يتغير ويتحول إلى إنسان أفضل عرفت ليه بقى هو كتاب مقدس عرفت ليه يبدو أن أنت لم تقرأ حتى الكتاب مقدس وتخاف أنك تقرأه وتخاف أنك تقترب إليه فأول حاجة تعملها أنك تتهم هذا الكتاب بأنه غير مقدس الحاجة الثانية اللي بيقولها الأنجيل الأربعة كتبت بعد المسيح ولا يعرف عنها المسيح شيئا أو اعترف بصحتها لنقول عنها كتابا مقدسا وده جايلي بالفكر الإسلامي الفكر الإسلامي أن هناك إنجيل نازلة على المسيح غير موجود ومحدش يعرف هو فين لا المسلمين عارفينه هو فين ولا حد عارف هو فين هو مجرد ادعاء كاذب أما الأنجيل الأربعة فهي تحكي لنا عن حياة هذا الخبر السار وهو أن الله قد أتى إلينا مخلصا لنا وفاديا وغافرا لخطيانا هذا هو الإنجيل الإنجيل هو الخبر السار والأنجيل الأربعة كتبت لنا هذا الخبر السار والذين كتبوا الإنجيل كانوا شهود عيان والذين قرأوا الإنجيل في بدايته كانوا شهود عيان وكان معظم الناس في اليهودية كانت لسه عيشها أنت جاي تقولي أنه إحنا مش عارفين مين اللي كتبها وكتبها بعد المسيح باربعين سنة تم تروح وتشوف بعد كم سنة عثمان كتب الكرآن هل عندك المخطوطة الأصلية اللي قبل عثمان ما عندكش هل عندك المخطوطة الأصلية حتى لصحيح البخاري اللي تكتب بعد متين سنة من الإسلام اللي انت باني عليه صيامك وصلاتك وزكاتك وحياتك التدينية المتدين والممارسات التقصية اللي انت باني عليها حياتك بنيها على صحيح البخاري ما تعرفش صحيح البخاري دوا ما عندكش حتى الأصل بتاعه وصحيح البخاري كتب بعد متين سنة من الإسلام يعني لا كان شاهد عيان ولا كان غيره وجايت تتعانلي في الأنجيل حاجة تانية بيقولها ان الأنجيل الأربعة مجرد قصة تحكي لنا حياة المسيح اختلط فيها الصدق بالكثير من الأكاذيب والأساطير انت جاي تقول لي ان اختلط بيها الصدق بالأكاذيب والأساطير بالزمة يعني اللي اختاشوا ماتوا يعني واحد سرق كل القصص في الكتار المعدس وغيرها ولخبط في تاريخها ولخبط في شخصياتها ومجيبها من الكتار المعدس يعني اللي كتار المعدس كانش يبقى عندك قصة إبراهيم ولا قصة آدم ولا قصة موسى ولا قصة داود ولا قصة المسيح ولا أي حد من الأنبياء عايز تقولي انه الميلاد العزراوي استورة تم انت عندك الميلاد العزراوي عايز تقولي انه معجزات المسيح استورة تم انت سرقها من الكتار المعدس وكتبها عندك في القرآن عايز تقولي انه صلبه استورة بس للأسف لا تستطيع أبدا بالعقل حتى العقل الملحد إنك ترفض مصداقية وتاريخية صلب المسيح بيقول كمان أن الأنجيل الأربعة كتبها مجرد بشر وهم يحنى ولوأة ومتى ومرؤس أم القرآن من الكتبه؟ من الكتبه؟ ما هو كتبوا بشر وكتبوه على جزع النخل وكتبوه على يعني أرض طين وكتبوه كتبو بشر ولما عثمان كتب سوري القرآن ومش كتبو بشر بردو ما الله بيستخدم بشر عشان يكتب الوحي بتاعه مش كتبو بشر؟ بعدين يقول إيه؟ أن الأنجيل الأربعة كتبها بشر وهم يحنى ولوأة ومتى ومرؤس ربعا أن الكثير كان يكتب الأنجيل بعدما يسمى بعدما يسمى بصلب المسيح ويقدر الباحثون في الأديان عددها أكثر من مئة إنجيل وحضرتك لم تستطع أن تميز بين الإنجيل المزيف والإنجيل الصحيح للدرجة أنه اختلت عليك الأمر في القرآن واقتبست من أنجيل غنوسية كانت رفضها كنيسة منها الإنجيل المريمي وبرنابة ويهوزة وغيره على الأل إحنا عرفنا نميز بين الصح والغلط أنت لم تستطع أن تميز بين ما هو وحي وبين ما هو بشري كويس وبعدين يقول وقد قام مجمع نيسية الروحي سنة 325 بحسفها وعدم الموافقة عليها لأن الكثير منها لا يعترف بالمسيح حضرتك بكل بساطة يعني أنا مش مش هتهمك بس أقول على أن أنت ما عندكش معلومات خالص ده أنت يعني مسكين أنت لا تعرف شيئا عن مجمع نقية نهائي مجمع نقية لم يناقش الأنجيل وقانونية الأصفار من قريب أو من بعيد ده مجرد كذبة بتتردد لكن ليس لها أساس تاريخي ولو جدع ولو جدع هتلي الأساس التاريخي وحطه تحت التعليق اللي أنت كتبته ده قل لي أنه فعلا في مجمع نقية تم مناقشة الأنجيل وأنه إنجيل يقبل وأنه إنجيل يرفض لك مش تعرف أنه ما فيش أنت فبس بتفبرك فايز إذن الأنجيل الأربعة ليست كتابا مقدسا أصلا بل مجرد مؤلفات بشرية يمكن لأي واحد كتابتها أعرف كلام الرسول بوليس أن إبليس قد أعمى أزهن أو أزهان غير المؤمنين هذه هذه الحقيقة حضرتك رافض كل الأدلة التاريخية اللي بتؤكد مصداقية الأنجيل وماشي وراء شوية خزعبلات وخرافات وأكاذيب مجرد بترددها أو بترددها وليس أكثر ولا أقل أنا بس حبيت أرد لأنه في ناس بتقرأ التعليق دو ويعني ويقتنع بكلامه كمسلمين يعني مع تقدير أنه هو يعني علامة بيقى علامة بيكلم عن الأنجيل بهذه الطريقة طيب نرجع إلى موضوعنا موضوعنا المهم هل تم تحريف مخطوطات الكتابة المؤدس كمس هل تم تحريف مخطوطات الكتاب المؤدس قبل أن أتكلم عن النسخ والمخطوطات أحط بعض الأسباب اللي من أجلها فقدت المخطوطات الأصلية ولا يستطيع هنا المسلم أنه يقول أن أنتم كباسحيين فقدتم المخطوطات الأصلية لأن المسلم نفسه ما عندهش المخطوطات الأصلية لقرآنه ولا حتى للحديث النبوية ولا حتى السيرة النبوية ما عندهش كباس لكن لماذا فقدت المخطوطات الأصلية قلنا المرة اللي فاتت بسبب التلف لاستخدام الطبيعي أنه لأن بتستخدم حاجة بعد فترة بتتلف وبالأخص إذا كانت مكتوبة على ورق البردي لعوامل الجوية الاستخدام الفتح والقافي كل ده بعد مجموعة من السنين تلاتين أربعين خمسين سنة بتلاقي البردية تهلكت تلفت وفي العالم القديم التخلص من القديم وكتابة الجديد الجديد هو ليه بيبقاله قيمة احنا عندنا النهاردة كل ما هو عطيق له قيمة أكبر كويس لكن في العالم القديم كل ما هو جديد في إما كان بيحرق المخطوطة القديمة إما إنه كان بيدفنها كويس دي حاجة يبقى التلف بسبب الاستخدام المستمر في الاجتماعات في الصلاوات إلى آخره الحاجة الثانية فقدت المخطوطات الأصلية نتيجة الأوامر الإمبراطورية المشددة بتدمير كل نسخ الكتاب المقدس كان هناك 300 سنة من الاضطهاد الشديد على الكنيسة وعلى المؤمنين المؤمنين يعني زاقوا كل أنواع العذاب وكل أنواع الاضطهاد من قتل من تشريد من يولعوا في حي من يقلوا في الزيت إن يحطوه يعني يشقوه كل اللي يرمونه الأسود كل أنواع القتل والبشاعة والعوم في الشديد والشر 300 سنة وكانت كمان الأوامر الإمبراطورية أنه مش بس أن يقتلوا المؤمنين لكن كمان لو عندهم كتب هذه الكتب تحرق وتدمر ويقتل كل من يمتلك هذه الكتب فبالتأكيد في كتب ضاعت بس اللي خلاها يعني خلانا نوصل للنص بتاعها هو النسخ كانت بتنسخ لكن المخطوطة الأديمة الأصلية ممكن تكون ضاعت بسبب هذه الأوامر حاجة تانية المراسيم الإمبراطورية التي كانت تفرد أو تفرد تدمير الكنائس وحرق الكتب المقدس والحد النهاردة المسلمين بيقوموا بهذه الأمور لسه الأسبوع اللي فات في باكستان اللي بتابع الأخبار يعرف أنه قد المسلمين الباكستانيين دخلوا كناس وحرقوها ودمروها طبعا لو الكنائس دي فيها كتب مقدسة هتتحرق أيضا كويس فده ده طبيعي ده طبيعي طيب هكمل الأسباب بس ناخد مدخلة لغة فريال من إنجلترا أهلين بيكي أهلا وصح شكرك ربنا يباركك شكرا لك مو بس عشر سنة وإنما تستمر لحين مجيء الرب السوع المسيح له كل المش باسم يسوع صلي يعني أنا بس حاب أقول لهذا الشخص فعلا واحد لمن يهذي يكون عنده حمى شديدة هذيان عنده فما يعرف إذا يتكلم يتكلم مثل ما نقول بالعراقي خرابيتي خربط بالكلام مع كل احترام الشخص الكتاب المقدس يا أستاذ هو نافع للتعليم لأنه يعلمني كيف عيش مع الله وكيف تكون علاقتي مع الله وكيف عيش مع الآخرين وماذا يريد مني الله وأيضا هو نافع للتوبيخ قلمة الله توضخ وتؤنب نافع للتعليم يردنا للمسار الصحيح يرجعنا للطريق الصحيح يقومنا يسقلنا يشيل كل الشوائب اللي عندنا وأيضا نافع للتعليم يؤدي بهذه ذبنة أن نكون دائما بلا لوم وبلا عيب وهو يكفي أنه يتكلم عن رب عن سيدك ورب الأمجاد رب يسوع المسيح القدوس اللي بشهادة خرآن ما عنده كل خطيئة فهو هذا معصوم من كل خطيئة فهو هذا الكتاب المقدس خبأتوا كلامك في قلبك اللي أف إليك وأخ الأخ أشرف الرب يبارك وكف ووف باختصار شكرا بس أنا بتحب أخلك نبيك اللي جاء رسول الرحمة وعلى أشرف خلق الله اللي هو يعني معرف الله يخلق شريف وغير شريف معرف أنت فكر بهذه اللي يتفي حرم التبني حرم الإيسانية والرحمة والعطف على الأطفال من أجل شهوته يعني اشتهى زوجة ابنه بالتبني فهو هذا كتابكم للأسف الشديد وروح وقرأه وتمع عن بي وفكر بي وأطلب من الله الحق أن يشوف ك الحق اللي هو الحق الرب يسوع المسيح له كل المش وكتابه اللي يرشدنا إلى الحق واللي نؤمن بي واللي يغيرنا نصبح خليقة جديدة فالباقي والدور عليكم الرب يرحمكم ويفتحيكم ويلمس خلوبكم باسم الرب يسوع دائما نصلي هذه الصلاة من أجلك أمين شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك فطبعا الأوامر الإمبراطورية أنا أتكلم عن دور الإسلام برضو في الموضوع ده بس الأوامر الإمبراطورية كانت تأمر بتدمير الكنيس وكانت تأمر بحر الكتب المقدسة عشان كده بعض المؤمنين في الكنيسة الأولى كانوا بيغمروا بحياتهم لما يحتفظ بنسخة في الكنيسة كان فيه صندوق يحتفظه وكان فيه واحد يبقى زي أمين الصندوق اللي لما بيجوا يوم الأحد في العبادة كان يطلع رسائل البوليس الأناجيل يقرأ منها للشعب كويس دي حاجة الحاجة التانية الغزو الإسلامي بده الأربع أسباب الغزو الإسلامي وأنا وريت لحضراتكم قبل كده إنه إزاي أخو صلاح الدين الأيوبي كويس موت وقتل 3000 ابت في صعيد مصر بسبب إنه احتفظهم بالكتب المقدسة وحرق الكنيس أكيد الكنيس كان فيها نسخ زي ما نحن نكتشف لحد النهاردة سواء في ديشنا أو في البهناسة أو في الفيوم أو في الناجح حمادي من أقصى الصعيد حتى وجه بحري هناك كانت كنايس وأديرا ونسخ من كتاب المقدس هو مين اللي حرق مكتبة الإسكندرية كويس بكل مئات الألاف من المخطوطات اللي كانت موجودة فيها للأسف الإسلام ضد التعليم ضد حرية الفكر ضد إن الإنسان يقرأ حاجة غير إسلامية ويتثقف فدي الأسباب اللي خلت في مجملها إنه المخطوطات الأصلية تفقد طب طبيعة الاختلافات قلنا هناك اختلافات بين المخطوطات وده أمر إحنا بنعترف به ومحدش فينا يقدر إنه ينكره كويس والاختلافات دي ناتجة عن أمر طبيعي جدا وهو أن هناك كان الناسخ بينسخ بيده أنا مش بكلم عن المخطوطات الأصلية أنا بكلم عن الإختلافات أو الأخطاء اللغوية اللي موجودة في المخطوطات هي نتيجة النسخ نتيجة النسخ أنا بكلم عن النسخة اللي كتبها مرقس ولا النسخة اللي كتبها مت لأننا نؤمن أنها معصومة لكن لما تيجي تنسخ لما تيجي تنسخ أنت ممكن تغلط وأنا أتكلم عن بعض هذه الأخطاء الشائعة في نسخ المخطوطات بيس لكن سر وجود الاختلافات بين المخطوطات سميها اختلافات بيسموها العلماء Variant اختلافات ممكن البعض يسميها Errors أخطاء أخطاء زي ما يقولك انتغلط في الكتابة الكلمة دي فمش بمعنى أنه يعني حاجة شريرة بمعنى أنه كان مفروض تكتبها كده بس تكتبتها بأسلوب أو بحروف غلط كويس سر وجود الاختلافات بين المخطوطات اللي يخلي المخطوطات مختلفة وفيه اختلافات بينها وقلت المشكلة انه انه اوقات كتيرة اللي هما ضد الكتابة المعدس كويس والعلماء البتوع نقد النص وفيه اغلبهم فيه اغلبهم ده بيقوم مرسوه كعلم كويس ما لهمش علاقة بالإيمان المسيحي اوقات كتيرة بيعدوا الحاجات غلط اوقات كتيرة بيقوم مفتريين على كلمة الله زي ما قلت قبل كده لو انا عندي مخطوطة لو انا عندي انجيل يحن نسخة من انجيل يحن واحد عمل نسخة من النسخة الاصلية لانجيل يحن وهي دي اللي عندي كويس لكن هذه النسخة لكن هذه النسخة ها غير قصد غلط في نقل كلمة غلط في في حروف متشابحة غلط فيها لو انا خدت المخطوطة دي ودتها لمية واحد ينسخوها هيكتبوا النفس اللي موجود في المخطوطة دي فها لا يبقى عندي خطأ واحد يحسب كخطأ واحد ولا يحسب مية خطأ يحسب خطأ واحد لانه خطأ متشابه منقول من مخطوطة واحدة طب ايبقى سر وجود الاختلافات بين المخطوطات سر وجود الاختلافات بين المخطوطات هو الكم الهائل من المخطوطات يجي المسلم وإلى احنا ما عندناش اختلاف بين المخطوطات اه ما انت طلعت يا شاطر انت جمعت كل الاختلافات اللي كانوا بيختلفوا عليها ويتقاتل عليها والإريات المختلفة وحرقتها وعملت نسخة وأجبرتهم على قبولها فصار عندك نسخة واحدة أما احنا ما عملناش كده ما جمعناش كل المخطوطات وحرقناها وعملنا مخطوطة جديدة ما عملناش كويس طيب هكمل بس أخد مدخلة الأخ رياض من فرنسا آلو سلام المسيح كل سنة وحضرتك طيب أنا مدخلتي على فكرة في المنتهى البساطة احنا بنضور على حاجة يعني سهلة جدا سهلة جدا إثباتها أنا سؤالي اللي بوجهه لكل واحد مسلم سهل بشار بسيط يلازم يجاوب عليه مضطر أن يجاوب عليه هل الإله هل الذي يستهق العبادة هل كان يعلم بعلمه المطلق أن الكتاب المقدس هيحرف وهل كان يعلم بعلمه المطلق أنه سنة 2023 هيبقى فيه 2 مليار مسيحي بيتبعه كتاب محرف هل كان في هذا في علمه أم لا ده سؤال مهم جدا ده سؤال مهم مجدا ده فيصلي وبعدين هل لو لم يكن نفرض أنه في كتاب أصلي فين الرسالة الأصلية أساسا فيه واحد شخص واحد في العالم كله من النزول المسيحية لغاية حتى اللحظة دي آمن بشيء آخر غير اللي موجود في كتاب المقدس ثم أنهم هم فين القوم اللي أمنوا بهذا النهاردة التلامسة المسيح ماتوا مشركين ولا مؤمنين موحدين بالله تبقى للعخيدة الإسلامية طبعا ما تكلم هم ماتوا على عخيدة الفداء والصلب والتجسد ده من مهد المسيحية والنهاردة المسيح نفسه جاء في قوم جاء أساسا في قوم مؤمنين حد استطيع القول أن فيه واحد يهودي غير مؤمن وموحد بالله يهودي مؤمنين وموحدين بالله النهاردة جاء لهم رسالة المسيح فكلهم بعد ما كانوا مؤمنين أشركوا يعني هو ربنا بيبعث نبي عشان يضل الناس أم يهدي الناس سؤال يجاوب عليه جاوب لازم حد يجاوبه هذا الإله بقى اللي بعت نبي عشان الناس تضل وتشرك بعد كده ده إله فاشل ده إله فاشل وبيرسل أنبياء فاشلة وموضل دور بقى من هو موضل ربنا اللي استحق العبادة ولا الشيطان شكرا فكل من يقول أن الكتاب المقدس محرف أوتوماتيك أوتوماتيك يعني يعني أوتوماتيك ما هو بالفرنسا كويس لابد أن هو بيسدري ذات الإلهية ده حتى الكلام العامة الكامل عام النهاردة الرجل له كلمة واحدة الرجل ما بحسرمش كلمته والأغريدة مش راجل أي فربنا ما قدرش يحفظ كلمتك هو ويسيبها تتحرف ما هو المشكلة آخر ياد أنه أنه الأخ المسلم أو الأخوة المسلمين عموما كويس عندهم حاجات في القرآن تتعارض مع الكثير المقدس كويس يعني صالب المسيح واحدة من الأضايا المهمة التاريخية اللي لا يوجد فيها فصال نهائي فالأناجيل بتأكدها بكل الصور وتاريخ الكنيسة وموت المؤمنين الأوائل على أن المسيح مات يجي واحد بعد 600 سنة يقول لك لا ده ما ماتش يا فندم يا فندم أيًا كان محتوى الكتاب المقدس أيًا كان مش مشكلتي المشكلة أنه فيه إله سمح بأنه يتحرف تبقى العقيدته وهذا الإله لسهق لماذا إزاي أنت بتجيب لي واحد سمح بهذا النهاردة أنا هو في الضم ربنا هذا المدعي إله حبالك هيقول لي هولي حاكمني على أساس إيه أنا بالإثارة وصلت لي أما تولدت تولدت مسيحي على العقيدة داية هي من 100 سنة هي هي من 1000 سنة هي هي محمد هي وقت الإنجيل هي هي ما تغيرتش ما فيش حاجة تغيرت فالنهاردة هي حاسبني على إيه أقول لي أنا أبعدت لك شهادة طب يعني حاجة هذه مسألة بسيط جدا أنني السيد المسيح لو كل المجد كان دايما يدي أمسال النهاردة تعرف النهاردة بالتليفون بطلب أي حاجة أي شيء أين كان فالنفرد أكل طلعبت قاله المحل الفلاني فلاني بعتلي كذا كذا هذه مجالي جاي لي أكل فاسد بايز وصلي أنا بايز أرفع سمعة التليفون وأكلم مين أكلم الشخص اللي جاب لي الأكل ولا أكلم صاحب المحل صاحب المحل طبعا هو المسؤول فالنهاردة مين المسؤول أنه وصلي أنا النهاردة سنة 2023 مين المسؤول عن توصيل الرسالة اللي هي اللي هي محرفة مين هو ربا مش حد تاني أشكرك نقطة شكرا لك شكرا لك شكرا لك طبعا عندي مداخلة تانية الأخ هلال ألو 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 أخ هلال ممكن تسمعنا من التلفون مش من التلفزيون يا ألو ألو أهلا دكتور أشرف أهلين بيك هلال كيفك كيف حالك دكتور نشكر رب نشكر الحمد لله أنا اللي توصلت معك وقلت عملت حوار مع منقذ السقار ويعني يعني كانت كما ترى كانت إجابته أن العلماء كانوا يعني يركزون على إنجيل مرقص ومتا ولوقة ويوحن وقلت له يعني والمسلم على ماذا يركز قال لي المصدر كيو يعني المصدر ممكن ممكن ويعني قال أمور كثيرة أن المسيح لم يدعي أنه المسيح وكذا فقط يعني أريد أيضا أنه يعني ليطرح الأخ من فرنسا قال أنه سؤال مهم للمسلمين أنه كيف الله يسمح لكتابه أن يتحرف ولا فقال هالي أيضا مرقص سقار قال لي التلاميذ لم يستطيعوا أن يحافظوا عن النسخ أنا اتفركت على الفيديو بتاعك مبارح اللي انت بعدته لي ايه وانا بجهز له رد اريب ان شاء الله بكل تأكيد وانا منتظر بالشغف وهذا يعني صراحة يعني اللي يقول أن الكتاب مقدس محرف هو يضرب في الإله هو يضرب في معتقد يعني لا لا هو عنده مشكلة هو حط نفسه في مشكلة إله الإسلام حط نفسه في مشكلة أنه تعارض مع الكتاب المعدس فهو اللي حط نفسه في مشكلة كويس لأنه الكتاب المعدس لأنه الكتاب المعدس أقدم وأثبت ومليان بالبراهين كويس فلا يستطيع أحدا يأتي بعد ستمائة سنة ويطعن في قصص الكتاب المعدس وأحداث المشكل دكتور هو نفسه يذهب إلى إنجيل مرقص ويقولك هو أقدم الأناجير حتى إنجيل مرقص في بدايته في بداية إنجيل مرقص لما يقول مرقص أنه اللي كي يتم ما قيله بأشعياء صوت صارخ في البرية أعد طريق رب هو مين الرب اللي جاي الآية دي تكلم عن مين تكلم عن يهوة طب هنا مرقص بيكلم عن مين تكلم عن المسيح فهو لهوت المسيح حتى من أول أصحاح في إنجيل مرقص هو يعني يستشهد بإنجيل مرقص يقول هو الأقدم طيب يعني الإنجيل الله الذي تؤمن بأنت يعني أنه أنزل على عيسى كما تدعي يعني أين هو في العلم يعني يقول لا الله يعلم حتى فكرة أقدم يعني ليس كل ما يقول النقاط صح كويس ليس كل ما يقول النقاط صح أنا طرحت عليه السؤال طال ليه هدو مؤمنين وملحدين هو اقتبس من بولتمان اللي هو أساسا بيطعن في كل حاجة معجزية في التاريخ يعني 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 بولتمان ضد أي حاجة فوق طبيعية منها الخلوج من مصر منها الخليقة منها سادو معمور اللي القرآن أساسا بيكلم عنها واخدها من الكتاب يعني هو لو فكر بعقله هيعرف أن بولتمان مش بيطعن بس في الكتاب ده بيطعن في كي أي كتاب بيكلم عن أمور فوق طبيعية لكنه طبعا أتمنى أتمنى أن تعمل حلقة تعمل حلقة رد عليه ورح يستفيد الكل يعني يستفيد المسلم يستفيد المسيح والكل شكرا لك شكرا لك ربي باركك شكرا لك شكرا لك يبقى يصر وجود الاختلافات بين المخطوطات أنا عندي النهاردة 5700 مخطوطة يونانية وعندي 10,000 مخطوطة لاتينية وعندي ترجمات أبتية وسريانية بتعد 9,000 إيه إيه سير الاختلاف وجود الكم الهائل من المخطوطات وجود الكم الهائل من المخطوطات إحنا ما طلعناش أشرار وعملنا زي ما عمل عثمان بإنه جمع كل الاختلافات وعمل نسخة وفرضها على المسلمين عملناش كده كويس حاجة تانية الاختلافات هي ناتج طبيعي للنسخ اليدوي أتحداك أتحدى نفسي حتى إن لو طلبت مني إن أنسخ أربع أو خمس أصححات من الكتال المؤدس إن أكيد هخطأ أكيد إملائيا في بعض الحروف عيني ممكن تزوغ ما بين بعض الكلمات عادي النسخ اليدوي ينتج عنه أخطاء يمكن هذه الأمور تجنبناها مع اكتشاف الطباعة واختراع الطباعة حاجة الثالثة بسبب تعرض الناسخ لخطر الاتحاد كان هناك خطر الاتحاد يعني واحد واحد مؤمن نزل إلى كنيسة كرونسوس وكنيسة كرونسوس بتواجه اضطهاد أو كلوسي أو أفز بتواجه اضطهاد شديد هذا المؤمن عايز ينسخ نسخ من رسالة كرونسوس وياخدها معاقلة روما أو روميا كنيسة روميا بسبب الاتحاد كان النسخ ما بقاش عندهم الوقت الكافي للشهور عشان يعود ينسخ المخطوطة كان عنده وقت محدود ده كان ممكن أيضا ينسج عنه بعض الأخطاء مواد الكتابة نفسها اللي كانت يعني بتصنع من الخشب أو غيره يعني أوقات كتيرة السن الألم اللي انت بتستخدمه بيفرق في الكتابة والحبر يعني فيه ألم جاف تمسكه ناشف وفيه ألم تمسكه تلاقيه عامل في يدك زي الرشا بيكتب بيتحرك وبتعمل بيه أشكال الحروب بكل سهولة أوقات كتيرة بيتسبب هذا في أنه حروف متشابهة تبقى تتكتب بطريقة تقربة من بعض حاجة خمسة بسبب طريقة الكتابة ديا نص متصل إنه زي ما قلت إنه النص اليوناني زي زي اللي موجود على الشاشة هنا ورايا مفهوش فواصل ما بين الكلمات مفهوش فواصل ما بين الكلمات مفيش فاصل مفيش مسافة ما بين كلمة وكلمة الكلام بيتكتب كله ورا بعض حروف متصلة ببعض حروف ملتصلة ببعض زي النهاردة في عبارة يمكن مشهورة دايما بنقولها لما بنيجي الموضوع ده لما بنكتب لو حد من حضراتكم مثلا هو بيسمعني يكتب آم جد جد از نو وير كويس جد از نو وير الله مش موجود في مكان لكن نفس العبارة نفس الجملة دي كويس لو كده بدها لازق بعض الحروف الانجليز بتاعتها ممكن نفس الجملة نراها جد از نو هير الله الان موجود المعنيين مختلفين نهاي وده كان بتبقى صعوبة الكلمة بتقفين حروف المتصلة النسخة عملية متعبة جدا متعبة مرهقة جسديا وزهنيا لدرجة لا يتخيلها الانسان ودين ما كانش بقى فيه المكتب والكرسي والكوشن اللي تحطها عشان علشان تقعد على الكرسي والكرسي اللي بيقف شوية على شوية ويوطى والمكتب اللي انت لو تعبت من القعد عليه ترفعه وتنزله كانش موجود الحاجات دي خالص كان بيقعد مربعة او او بيقعد على زي مصطبة وقدامه حاجة نشفة حطتها على رجلية او بتاع وبيقعد ينسخ منها او ترابيزة ممكن يعمل ترابيزة فيوطي وعينه بصة للكلمات وايده على الكلمات مع عوامل الجوة المختلفة يعني يعني ارى لحضراتكم اكتبثين اللي هم لنا بروس موزجر اللي هو يعتبر ابو واكبر عالم في نقد النص اليوناني للعهد الجديد قال ايه يذكر بروس موزجر في كتابه نص العهد الجديد بيقول هذه الكلمات ان ناسخا اثناء نسخه لمخطوطة ارمينية في الانجيل يقول ان الحبر تجمد واصابعه تسلبت بسبب العواصف الثلجية البريدة وهو بيكتب وفيه عواصف تلجية برا طبعا ما فيش عامل التكييف والامور دي كلها فسوابعه تجمدت تسلبت والحبر تجمد واحد تاني كتب برضو في نفس الكتاب بروس موزجر بيقول انه ان الكتابة احنط زهري واحد من النساخ يقول كده الكتابة احنط زهري واطبقت دلوعي منت لما تقعد كده طول الوقت عينك بصة على اللي انت بتكتبه وبتنقل وموطي اكيد دلوعك دي تتعبك واطبقت دلوعي على بطني وادت الى ضعف عام بالجسد طبيعي وممكن يغلط اه وممكن ينام ممكن يرحق جسديا وزهنيا طيب طبيعة الاختلافات وده نقطة مهمة جدا ايه بقى طبيعة الاختلافات بين المخططات طبيعة الاختلاف الاختلافات بين المخططات زي ما قلت اختلافات في الاستهجاء وكتابة الكلمة ده عمر وارد وستة وتسعين في المية ستة وتسعين في المية من الاخطاء او الاختلافات اللي موجودة ما بين المخططات نتيجة هذه الامور واكلم عن امثلة كثيرة اختلافات سطحية وبسيطة يعني كلمات مختلفة لكن ليس لها تأثير على المعنى تصلش على المعنى نهائي ولا تؤثر على العقيدة كويس اختلافات تؤثر على المعنى لكن لا تؤثر على الايمان والعقيدة وانا أكلم عن امثلة لكل هذه الاختلافات لكن زي المرة اللي فاتت لما وريت لحضراتكم اقتباس يعني بارت ايرمن في كتابه مسكوتينج جيسوس او سوء اقتباس المسيح واللي طعن فيه في مخطوطات ونسخ الكتاب المعدس الكتاب المحبب عند المسلمين اللي عملو له تمثال كويس عملو له تمثال كتاب ده شوية شوية هيروحوا يزوروه كويس يزوروا بارت ايرمن ويقدمو له الفروض بارت ايرمن في نهاية الكتاب كويس في نهاية الكتاب في صفحة 260 صفحة 260 الجزء الاخير دون من الكتاب كويس الجزء الاخير من الكتاب ده اسئلة جات لبارت ايرمن على الطبعة الاولى فلما جيت مع الكتاب ده الطبعة التانية حط الاسئلة وحط اجابته عليها فصفحة 260 بيقول لنا بارت إرمن حبيب الإخوة المسلمين بيقول لنا الكونكولوجين بيقول لك The vast majority of these changes أن الغالبية العظمى من هذه التغييرات وعيز Are insignificant غير مهمة ولا تؤثر على المعنى ولا على العقيدة دبارت إرمن اللي بينتقد الكتاب صفحة 260 بيقول أن الغالبية العظمى من هذه الاختلافات بين المخطوطات ليست مهمة ليست مهمة طيب في تأسيمة تانية للاختلافات خلينا نحطها أن الاختلافات دي عبارة عن نوعين أو فئتين من الاختلافات أو الأخطاء في أخطاء غير مكسودة ودي زي ما قلت 96% من الأخطاء اللي مسكورة أو الاختلافات بين المخطوطات هي غير مقصودة وأتكلم عنها بالتفصيل وفي نسبة أول 3% من الاختلافات تعتبر مقصودة بس ما ننتخدش يعني هي مقصودة هقول بعض الأمثال أيضا عشان أوضح لكم اللي أنا بقصوده إيه طيب ناخد أخطاء أو اختلافات غير مقصودة نتيجة النسخ كويس هذه الأخطاء أو الاختلافات الغير مقصودة تمثل نسبة 96% وزي ما قال عنها بارت إرمنت أنها غير مهمة insignificant غير مهمة نهائي لا هتأثر لا هتطعن في عقيدة الثلوس ولا تطعن في عقيدة التجسد ولا تطعن في حقيقة صلب المسيح ولا تطعن في قيامة المسيح ولا تطعن في مجيء المسيح ولا تطعن في طبيعة الله ولا تطعن في الوحي وعسمة الكتاب ولا تؤثر على أي عقيدة من العقائد الإيمانية الثابتة نهائي تتأثرش ملهاش إيمة احنا بنعرفها كويس وعارفين ممكن نقول هنا في خطأ أو اختلاف بين المخطوطة دي والمخطوطة دي والاختلاف ده ناتج عن كذا وكذا وكذا لكن هذه الاختلافات 96% أنت بتكلموا على 96% من الاختلافات يعني لو عندي 100 اختلاف 96% من هذه الاختلافات ولا لها أي عقيمة لأنها اختلافات استهجاء واختلاف في كتابة الكلمة وإلى آخر كويس هدي بعض الأمثلة أمثلة على الأخطاء الغير مقصودة كويس أول نوع من هذه الأخطاء النسخية هي حروف متشابهة حروف ايه متشابهة احنا عندنا في العربي حروف متشابهة الحروف المتشابهة دي ممكن أغلط في كتابتها حرف الح والخ والجيم دي حروف متشابهة في الشكل تخيل بقى لو أنت بتكتب كلمة وكتبت الكلمة بحرف الح ونسيت وحطيت بدل ما تحط الشرطة كويس تحتها الشرطة كانت قسيرة جدا فأراها ناسخ آخر على أنها جيم مش ها العين والغين الطه والزه السين والشين دي نسميها حروف متشابهة سواء في العبري موجود نفس الحروف أو حتى في اليوناني في حروف متشابهة كتير زي مثلا الحرفين اللي قدامي دول اللي هو الأوميكرون اللي هو عبارة عن دايرة دا وثيتا الفرق ما بينهم أنه الثيتا فيه شرطة في النص جوه تخيل أنه ممكن الكاتب وهو بينسخ يعمل الدايرة وينسى أو يحط الشرطة دي صغيرة فأنت تتخيل أنها لا مش ثيتا دا أوميكرون حصل دا ولا ما حصلش عندنا أمثلة ولا ما عندناش أمثلة هديكم مثل في تموساوس الأولى 3-16 عظيم هو سر الضقوة الله ظهر في الجسد هتكلم عن الجزء دا في حلقة أخرى أنه هناك في العهد الجديد في مخطوطات العهد الجديد اخترع المؤمنين الأوائل في نسخهم لمخطوطات العهد الجديد اخترعوا سيستم بنسميه نومة سكارة بمعنى الأسماء المقدسة الأسماء المقدسة الأسماء المقدسة دي الله ثيوس إيسوس كريستو يسوع المسيح كريو الرب تنيوما الروح الكدس كويس فالأسماء دي أطلق عليها أطلقوا عليها أسماء مقدسة وعش كده لما ييجي يكتبوها ما يكتبوهاش كاملة يكتبوها اختصارا بعض الاختصارات تبقى الحرف الأول والحرف الأخير زي مثلا ثيوس ثيوس يعني جاد كويس ويتكتب ثيوس كده أربع حروف كويس لكن هو ما يقدرش يكتب ثيوس ما يقدرش يكتبها ومش عايز يكتبها لأنه بيقدس هذا الاسم فيعمل ايه فيكتب الاسم اختصارا يكتب ثيتا وسيجما كويس الحرف الأول والحرف الأخير وبعدين وبعدين النقطة مهمة جدا في الأسماء يعني لو عندي وقت كنت وردت لكو حتى في المخطوطة اللي ورايا دي بعض الحاجات بس كنا نعمل عليها زوم لكن ممكن في مرة تاني لكن هي الفكرة أنه يجي عند الثيوس دي وبعدين يحط ايه يحط شرط عليها من فوق عشان يقولك أنه دا اسم مقدس ومكتوب باختصار كويس مكتوب باختصار طيب فلما أجي أعرف مخطوطة عظيم هو سر التقوى لو حطت المخطوطة ثيوس مختصرة كده يبع على طول الله ظهر في الجسد كويس في مخطوطة أخرى في مخطوطة أخرى عملتي أنه قالت الذي ظهر في الجسد كلمة الذي هي هي بتتكتب أوميكرون وسيجما ليس ثيتا وسيجما فبالتالي الفرق الوحيد ما بين الاتنين أنه الثيوس أو الله في الكلمة الأولانية في شرطة جوة إنما هنا في الذي ما فيه شرطة بيجي المسلم وليك شوفوا بقى حرفوا الكتاب المهدس علشان يثبتوا التجسد وأن الذي تجسد هو شخص الله غيروا الذي وجعلوها الله هو على طول بيفترض إيه سوء النية هو هو المسلم على طول عنده هذه نظريات المؤمرة وسوء النية كويس وهو لا يعلم أنها خطأ ناسخ خطأ ناسخ وعش كده بعض الترجمات النهاردة بنقرها الذي هل هذه طعنت في تجسد المسيح وفي ألوهية المسيح كلمة الله الأذلي المتجسد أبدا ليه لأن عقيدة التجسد الإلهي مش مبنية على هذه العبارة لو إحنا بنين عقيدة على عبارة وحدة ما أشقانا يبقى إحنا إيماننا مبني على الهش على الرمل أمال بنينها على إيه بنينها على إعلانات الله كلها في الكتير المعدس بنينها على نصوص كثيرة جدا التجسد الإلهي هناك عشرات بل يعني مئات النبوات من العهد القديم وتحقيقة في العهد الجديد وهناك قصة الميلاد وهناك المولود منك يدعى ابن الله وهناك 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 في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء بيكان وبغير لم يكن شيء مكان والكلمة صار جسدا أنا يعني التجسد الإلهي مبني على إعلان الله في الكتير المعدس كويس فييجي المسلم آه شفت إزاي أهو حرف في المخطوطة علشان يثبت هو بيقول كده علشان يثبت أن الذي تجسد هو الله أرواح اللي ما بيسمع الكلام ده بضحك بسرعة بضحك لأن الشر البلية ما يضحك إنه إنه هو مش عايز يفهم إنه هذا خطأ في الناس وأنا نحر ده أقدر أقول الجزء الأولاني ده الله ظهر في الجسد موجود فين موجود في المخطوطة دي ودي ودي طب المخطوطات دي أقدم المخطوطات دي كذا المخطوطات دي كذا قيمتها إيه بقدر أقول في الآخر لا النص الأصلي أقرب إلى كذا وكذا وكذا طبعا هناك اختلافات وأمثلة كتيرة كان نفسي أقدمها النهاردة لكن نكمل فيها الأسبوع اللي جاي فيلأ نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر